اشتركوا في القناة 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 من 14-15 مليار دولار القطاع النقل حتى في قناة السويس تأثر بشكل كبير حركة النقل في مصر أو حركة نقل في العالم كله تأثرت هذا قطاع كان برضو بيدر أموال لنا وتأثرتنا بها تأثر كبير لكن هذا ما منعناش في إطار أننا الحفاظ على حقوق شعبنا وزي ما تقال كده أن هذا ما حصلش فيه تميز بينه وما بين الموجودين عندنا الناس ما نقولش عليهم لاجئين بالمناسبة لديوفنا اللي موجودين هنا شبابنا ما نقولش عليهم لاجئين وهذا أقول لكم على حاجة ما هو التناول هو حق الهجرة حق من حول الإنسان في مصر هنا نتكلم على 6 مليون إنسان جم نتيجة الصراعات اللي موجودة بعضها أو محدودية القدرات وحجم الفقر اللي موجود في دول قريبة مننا لما نعناهم ولا قعدناهم في مخيمات أنا بتكلم على رقم كبير قوي مش بتكلم على خمس تلاف ولا عشر تلاف أصدقائنا في أوروبا بيرفوض أن هم يستقبلوهم أنا بتكلم على ستة مليون إنسان ستة مليون إنسان موجودين هنا مش موجودين في معسكرات ما فيش معسكرات اللاجئين في مصر خالص الناس المدموجين في مجتمعنا بيشتغلوا بيأكلوا بيشربوا بيتعلموا بيتعالجوا يمكن تكون قدراتنا مش متقدمة قوي ويمكانياتنا تكون مش متقدمة قوي زي الدول الغنية لكن على الأقل تم إتاحة ما لدينا لهم من غير كلام كتير من غير كلام كتير وما سمحناش لنفسنا إن إحنا نبقى معبر لهم يعبروا فيه إلى المجهول ويلقوا مصير يعني قاسي جداً في البحر المتوسط أثناء هجرتهم لأوروبا ما عملناش ده مش هذا أطيل عليكم أنا سعيد بنتم تناول هذا الموضوع المهم وأيضاً ربطه بموضوع زي موضوع الجائحة جاحت كوفيد وتأثيرها وقديه زي ما أقول كده الموضوع بتاع الجائحة كان كاشف وأيضاً موضوع الهجرة وتعامل الدول معاه هو أيضاً كاشف كاشف لفكرة ومفهوم وممارسة حقوق الإنسان يطرق حتستقبلوا الناس اللي هي ما عندهاش فرصة ديت ولا بتحفظوا على مجتمعاتكم وبتحفظوا على مكتسباتكم وبتحفظوا على قدراتكم الاقتصادية مش مستعدين تدوا لحد احنا هنا ما عملناش كده احنا هنا في مصر ما عملناش كده احنا رغم ظروفنا الاقتصادية الصعبة استقبلنا بطوضع كل من لجأ إلى مصر خلال السنوات الأخيرة ديت يبقى كلب واحدة مهمة تنتبهوا لها ان مش عارف ان النقطة اللي أنا حقولها دي يمكن حطا يعني انها تتم ذكرها او لا في موضوع حول الإنسان يا جماعة يعني اللي بيعمل السرعات في الدول تؤدي الى خربها ده ما اعتبرش ده امر لنبد ان احنا نحطه في الاعتبار ان الدول اللي بتسعى الى تخريب الدول الأخرى من خلال التآمر و و و و وامور أخرى هل ده ما اعتبرش هو النهاردة اللي حصل في الدول اللي موجودة حولين مننا هو فيه حد نجي في دولنا الموجودة دي غير مصر فيه في منطقتنا العربية دولة نجت من الخراب غير مصر مش عايز اقول اسماء الدول عشان بطبيعة الحال مش عايز يعني يعني اعمل ايلام للدول اللي بتعاني من كده لكن اكيد كلنا عارفين الخريطة بتاعت منطقتنا هنا وحالة الخراب والضمار اللي موجودة فيها ومعسكرات اللاجئين اللي فيها ملايين البشر بقالهم عشر سنين موجودين دلوقتي يا ترى يا ترى حقوق المواطنين مش بس حقوق المواطنين النتاج الاستمرار في معسكر اللي اللاجئين عشر سنين يعني الطفل اللي كان عنده سبع سنين بقى عنده سبعة عشر والبنت او الفتاة اللي كان عندها ثمان سنين بقى عندها ثمانتاشر سنة موجودة فين موجودة في معسكر انا بتكلم على ملايين بتكلم على ملايين مش بتكلم على عشر تلاف ولا مئة ألف موجود في دول فيها اتنين مليون وثلاثة مليون اللاجئ علاوة غير اللاجئين اللي موجودين داخل المعسكرات الداخلية للدول ديت. اللي قام بالعمل على هدم الدول ديت. هو مش دابن حق من حقوق الإنسان ان احنا لنتدخل في شؤون الدول حتى نخربها ونسيب المواطنين البساط يعانوا. مصر كانت هتبقى من الدول. دولة فيها مئة مليون كانت معرضة للخراب والدمر. المفروض ان يعني حد زي في الوظيفة ديت ما يتكلمش كده. عشان يعني لكن لا. لازم نكون كشباب ينظر من اي دولة في العالم ان هو ينتبه وينتبه انه يبقى دايما عنده العقلية النقدية لما يتم طرحه. اسمع وشوف ويفرز بعقلك. شوفوا العالم اللي احنا حولا من اللي انا بتكلم عليه ده. بقى فين؟ ليه؟ بقى الدول دي اللي بتكلم عليها حجم الدرر والخراب وحوق الانسان اللي استهلكت فيها قد ايه؟ ليه؟ اخشى ان يكون التنافس السياسي والمصالح بتؤثر كتير جدا جدا على الاجراءات اللي بيتموا وبالتالي يتروح فيها دول في الرجلين ويضيع شعوبها وتتخرب البلاد ديت ويبقى ملايش مستقبل لخمسين ومئة سنة قادمة. فأنا بشكركم جميعا حتى حتى اللي قام بالمساهمة وقام بالهجوم على مصر بمنتهى الشد. انا بشكركم. صحيح انا حسيت حسيت ان الخطب قاسي جدا لكن 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 صدقوني الواقع اللي موجود في مصر. مش بقولوا كده. انا بقول لكم كشباب هتسافروا من هنا اللي مش موجودين معانا في مصر. الواقع اللي في مصر مش كده خالص. وبالتالي ده شكل من اشكال الاساءة بقصد او بدن قصد للدولة المصرية. شكرا جزيلا.